هذا وأوضح العقيد فيصل عرجاني المنسق العام للانتخابات التكملية خلال استضافته في نشرة سابقة أن أوراق الاقتراع تم نقلها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى مراكز الاقتراع تحت حماية وزارة الداخلية بالإضافة إلى تأمين وزارة الداخلية لسير العملية الانتخابية في فجر اليوم انطلقت مواكب نقل أوراق الاقتراع من وزارة العدل بحضور ساعدة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى مراكز الاقتراع المركز الفرعي في الدائرة الأولى في محافظة المحرق والمركز العام أيضا في محافظة المحرق مطار البحرين الدولي والمركز العام في محافظة العاصمة وهو مجمع السيف التجاري طبعا تم تأمين سير العملية الانتخابية لاحظنا في الساعات الأولى من فتح مراكز الاقتراع والفرز حضور عدد كبير خاصة في محافظة المحرق في الدائرة الأولى في المحافظة المحرق في المركز الفرعي في بداية فتح المراكز الاقتراع كان لاحظنا كبار السن ولاحظنا الرجال والنساء وأيضا مع أطفالهم متواجدين في الساعات الأولى لغم حرارة الجو